موسيقى السلام عليكم بخوتي واشتراكم لباس بخير بونجي نتكلم على اسمه أونغو لا قال لك رو محابين يديروا التعادل مع المنتخب الوطني الجزائري رح تبحث في الصحف التاحوم رقيت على كل حال واحد صحيطة هما بالذات ما يهدروش على المنتخب التاحوم بزّاك في هذرو على المنتخبات على الناس يجيبوا الإحصائيات نفس المنافسة وان بلك بحرول الجرائد لالي على المنتخب التاحوم كيف يجيبوا بالأخير ، سبق بحر analys لقيت قال ، أهلا كل حال عندما قال ، Fraze Мар وادالما قال في المدرب وصحافة وكذا ، كيف يدعموا المنتخب التاحوم قال لك قادرين يجيبوا تعادلهم مع المنتخب ندور مقبل لتعهل المقبل ت Unterstützungあります تفاصيل هذي حبيتنا نضحكوا شوية على كل احد في البداية هذية باش نوري لكم جمل بالماضي في البيوس و لاعبين والله غير عبك كيش تلبيس هاداك اتفكرت نهار بزمان نهار ما كنت صغير رايح للحراش كش ما شريكة شغنين ندبحها ولا نقبض البيوس من البيل كور للحراش والغرده والطبع و كده ولغره يا خوتي واحد تموت بتضحك شوف الفيديو هذا تموت بتضحك راني يديروا على كل احد الانستغرام هنا تاني كنولوا الوحدة النقطة يا خوتي شتو حنايا في فشان ما شيف الكانا اسمحوا لي فشان ما شيف الكانا شتو كيفاش كنا نجيبهم بلي بيوس كبار و عمالي قاروحوا جيبهم المطار جيبهم الطيارة تاني يقول لك دين انهم حفل الزرناجية داروا حالة يا خوتي واعناي يلهيها عندهم تقولوا الله غير تقول ما على باليش انا تقول بيس تحبيل كور الحراش ولا الحراش به فاريك ولا ولا غير هذه افريقية على كل حال باش شوف اللي الجزائر من الضماء كعس امم افريقية خطرة في تاريخ تاحها يعني تبقى حاير فالشاير ما ليش المهم شوفوا ندخلوا في التفاصيل الونانيين نبدأوا بالمقال اللي داروا على الجزائر هما لغتهم اللغة البرتوغالية على بالكم خوتي كانوا مستعمرين من البرتوغال نترجموها هراي باللغة البرتوغالية هاي لك انقوادية يعني الانقولا نترجموها على كل هالوش يقول لك كأس الامم الافريقية 2023 منافس انقولا الاول يطارد التولاتي يعني يقال لك المنافس الجزائر روحي بيدي كما يقولوا النجمة الثالثة ان شاء الله على كل حال خرج البالح على كل حال قال لك الوينا بعد فوزه بلقابين يسعى الفارق الجزائري منافس الاول لانقولا نحط لكم المقال اللي داروا على الجزائر بعد نحط لكم المقال اللي تكلموا فيه باللي قادرين يجيبوا تعادل مع الجزائر ويتأهلو بوركنا فصر يحبت اهل ودورا رم حبين يتأهلو يعني احنا يارم ديرنا نورمال يعني يجوزونا نورمال يجيبوا ما نتعادل يقول لك اهلو يعني يتأهلو زوش ثالثة أهل أحسن ثالثة أحسن ثالثة أهل هذه كما قلوا تكلمنا فيها عدة مرات على كل حال واللي ما شفش الفيديو وراني درت اليوم في ديرو التعنيقات القوة ونقاط الضعف يروح يشوفو راني ديرو قبل الفيديو هذا على كل حال والأشياء نزيد لكم القائمة المتوقعة قل لك ورهي يسعى الجزائر المنافس يناير على ملعب السلام قل لك بعد فوزه بلاقبين يسعى الفريق الجزائر المنافس الأول لأنغولا يوم 15 يناير على ملعب السلام في بواكي إلى المشاركة في النسخة الرابعة والثلاثين من كأس التي 2013 لأمم الإفريقية يوم السبت في الكود ديفور العاج تسلل إلى المجموعة المحدودة المكونة من أربع دول بثلاثة ألقاب يعطي لك دول يعني حدات من الألقاب المجموعة المحدودة من المتخبات الأكثر تتويجا خلال 67 عاما من إنشاء كأس أمم إفريقية تتصدرها مصر حاملة سبعة ألقاب تاليها القاميرون خمسة ألقاب غانا أربعة ألقاب ونيجيريا ثلاث ألقاب تعالي بالصحراء كما يطلق عليهم أيضا ظهروا لأول مرة في هذه المسابقة عام 1980 وأصبحوا أبطال كأس الأمم الإفريقية في مناسبتين إنجاز الأول حدث على أرض يحطوا قعد تفاصيل نحن لا يجيبون ناش تفاصيل خوتي نحن الإعلام تعلمي لا تنغيب بالماضي والضرون ورفق واحد ومفلس تختيكيا وعلى شبا قويري مشي مصاب صحة فتحهم جابوا تاريخ الجزائر أقرأ أقرأ قلت الإنجاز الأول حدث على أرضها عام 1990 وهو العام الذي استضافت فيه البطولة للمرة الأولى والوحيدة بفوزها على نيجيريا في النهائي واحد سفر على ملعب خمسة جويليا فاز الجزائر باللقب القاري الثاني في عام 1921 عدما تغلبوا على السينيغال واحد سفر في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الدولي في القاهرة مصر بعد 29 عاما من عبور الصحراء مع تحقيق اللقب في النسخة 33 وضع الجزائريون أنفسهم إلى جانب الكوديفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية 1996-1964 دولتين الوحيدتين اللاتاني فازتا ببطولة كأس الأمم الإفريقية مرتين لتحقيق التولاتية المنشودة في بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام في الفترة 13 يناير إلى 11 فبراير في الكوديفور تعالي بالصحراء بمزيج من الناجحين من عام 2019 يعني من القدامة ودماء جديدة سيواجه المهاجم صاحب الخبرة ولعب موشيستر سيتي السابقة رياض محرز فرق أنغولا وبوركينا فاسو وموريطانيا في المجموعات الرابعة وفي هذا التحدي الشائك أعلنت حكومة ذلك البلد أنها ستغطي 50% من تكاشفته وصلتهم عندهم قاعدة معلومات نحن نحتام معلومات على البلد اللغرة عندهم جابوا بل رئيس الحكوم معقدة 50% المشجعين ستغطي من التكاليف المتعلقة بالتذاكر طائرة المشجعين للسطر إلى مرحلة المنافسة من أجل ضمان دعم لللاعبين المبادرة من رئيس الجزائر عبد المجيد تبون والتي سيستفيد منها 2000 مشجعين على تخفيض تكاليف السطر رياض محرز واتق من الفوز باللقب وستكون الخبرة والحض أساسيا للجزائر للفوز بنسخة 34 من كأس الأمم الإفريقية بحسب ما قاله رياض محرز 32 عاما الذي يلعب حاليا لنادي أهلي جدة السعوري وقال قائد المنتخب الجزائري بثقة أنا والعديد من زملائي في المنتخب الجزائري نعرف كل شيء عن كأس الأمم البداية الجيدة غالبا ما تكون حاسمة أمينغويري قالك جوهر عمره 23 سنة يفتقد تعالي بالصحراء يعني ما رحش يلعب ويعد المهاجم أمينغويري البالغ من العمر 23 عاما أنه قد شوفه صحفة الأنغولية وستهدر صحفة الجزائرية قالك لا عنده مشكل قالك 23 عاما الذي يلعب لفريق رين دي فرنس أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في الفريق الجزائري الذي سيغيبون على المنافسة بسبب الإصابة كما سيتم الاستبعاد المهاجم سعيد بن رحمة لعب وسطهم الإنجليزي من كأس الأمم الإفاقية بعد خلافه مع المدرب دخل هذه وصلوها لهم صحفتانا جمال بالماضي قبل أشهر قليلة من إطلاق المنافسة وسيتكون المنتخب الجزائري من اللاعبين يلعبونه في أهم بطولات كورت القدم في العالم وهي إنجلطرا إسبانيا إيطاليا وفرنسا وألمانيا الله يبارك عارفينه وهنا هؤلاء اللاعبين يعطون لك القائمات أجمال بالماضي يدخلوا في التفاصيل أو محابين يديرون معناه تأهدل يا خوتي راكم تشوفوا هاي لك نترتموها تاني كراي بالبرتوغالية نفس الصفحة على كل أحد واش يقول لك؟ واسمه هذا بلانيس هذا نيجرس واتق من أداء الجيد للفارق الوطني واش يقول لك؟ بونجويلا قال مشجعو كورت القدم في مقابلة بونجويلا يوم الأربعاء إنهم مقتنعون بالأداء الجيد الذي قدمه المنتخب الوطني لكورت القدم في بطولة الأمم الإفريقية ستقام في الفترة من 13 يناير إلى 11 يناير هذا العام في الكوديفار قال رئيس مجلس الشباب أنغوب يعني أنغولا وفي حديثه إلى الإقليمي لوكاس كاتينبا إنه يعتقد أن الفريق الذي تم وضعه في المجموعة الرابعة مع فرق من الجزائر وموريطانيا وبوركينافاسو سيلعب بشكل جيد وسيتأهل إلى مرحلة أخرى حسب رأي اللاعبين اختاره على الرغم من اعتقاده أنه كان يجب على المدرب ضم المزيد من اللاعبين إلى أن قائد الشباب قال إن بعض هؤلاء الذين تم اختيارهم كانوا أساسيين في أندياتهم سواء على المستوى الداخلي أو في الشاتات يعني خارج البلد ولهذا السبب يؤمن بالنتائج الإيجابية والتقدم إلى المرحلة التالية يعني جارة مقلق باللي رح ننتأهله ورغم أنه لا يزال يشعر بالقلق بشأن القيطاع الهجومي قلت لكم من المباراة التالية من الخرانيينجاح 0000 مسجلوش يخي درك لكم ما علي قلت لكم روح يشوفوا الفيديو تعني قتل قواني قتل ضم إلى أنه متفائل بشأن الفوز الذي حققه فارق بعد ظهر الأربعاء على البحرين بنتيجة 3 صفر في مدينة دبي الإمارات العربية المتحدة والذي في رأيه يحفز الفريق ويحط الشباب الأنغولي وخارجه على تشكيل سلسلة ودعم المنتخب الوطني حتى من منافسة بعيدة يعني قلت حتى للبعاد اللي يعاونهم يعني الجماعة كل اللي يجب أن يعاونه ويرى الصحفي جواو كارلوس دي كارفاليو عندهم أسماء أن أنغولا يمكنها تحقيق نتائج جيدة مع هؤلاء اللعيبين وأنه من المهم تسجيل الأهداف في أسرع وقت ممكن للضغط على خصومهم وبالنسبة له فإن المنتخب الأنغولي يخدع لفترة تدريب تتناسب مع الظروف المالية للبلاد لكنه قال إنه يؤمن بالتأهل إلى المرحلة المقبلة وأكد إذا كان هناك المزيد من المال فمن الواضح أن الاستعداد سيكون مختلفا وسيكون المنافسون أكثر تنافسية ومع ذلك كمواطع أنغولي أنا أؤمن بتأهل فلاد وأعرب عن أسفه لغياب العديد من اللاعبين لأسباب مختلفة لكنه دعا الأنغوليين إلى دعم اللاعبين الذين اختارهم بيدرو غونسالباس أما بالنسبة للمباراة الافتتاحية أمام الجزائر فيارى جواو كارلوس أن أنغولا قادرة على اللاعب على قدم المساواة وتحقيق التعادل قال لك يعني راح يحطوا صباط يلعبوا معنا يعني راس راس ويجيبوا تعادل على التعادل على الأقل على الأقل قال لك يعني أقل نتيجة من قدروا نجيبوها تعادل يعني رأنا رايحين باش نربحوا الجزائر أقل شيء لازم نجيب نورا يقول لك أقل شيء تعادل يعني أنا محبين يربحوا أقل شيء يرضاوا به يرضاوا به تعادل تعادل على الأقل وهو ما سيكون إيجابيا معتبرا أن المنتخب المغاربي هو الأقوى في المجموعة الرابعة يعني المنتخب المغاربي يعني إحنا المغاربة الفوقها وطالب من الاختيار أن يكون حذرا وأن يأخذ الرياضيون في الاعتبار أنهم يمثلون بلدا يبلغ عدد سكانه حوالي 35 مليون نسا ما يقال لهم يعني حطوا في رأسكم الجماعية كنت مثلوا 35 مليون لازم تروحوا وتحاربوا لذلك يجب أن يكونوا صامدين في مواجهة أي محنة قال فوندا باسكوال مدرب منتخب بينجويلا إنه يؤمن بالأداء الجيد الذي يقدم الفارق لأنه إذا تأهلت أنغولا لكأس الأمم الإفريقية فهذا لأنها تتمتع بقيمة كبيرة ويمكنها المنافسة على قدم المساواة مع أي فارق في المجموعة يعني حتى الجزائر الرابعة بالنسبة للعب بانفيكا دي لواندا هذا الوحدة يعني قال لك مهم للوحدة لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى قال المدرب الحالي سبورتينج هذه في بوينغولا أغواص دا سيلفا إنه لديه إيمان ويعتقد أن أنغولا ستنتج بطولة أممية متالية لذلك يجب على الأنغوليون خلق اتجاه إيجابي لصالح البلانكاس بلانكاس نيجيراس بالنسبة لهذه البطولة التي من المقرر أن تقام في 2023 تقع أنغولا في المجموعة الرابعة مع الجزائر بوركينافاصو وموريطانيا هذا وشو نقدر نقول لكم خوتي ما نطوش عليكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام السلام عليكم